شيئا فشيئا يتقدم الجيش الوطني باتجاه مؤسكر التشريفات وقصر بمهور شرق مدينة تعز بعد أن تحولت هذه المناطق إلى مناطق أشباح وحدهم المقاتلون يجوبون هذه المناطق بعد أن سيطرت قوات الشرعية على مستشفى الكندي وصالة الملوك وأصبح لا يفصلهم عن مؤسكر التشريفات إلا الشارع الإسفلتي وهذه بوابته الغربية الجنوبية نحن الآن أمام بوابة التشريفات والآن التشريفات محاصرة من عدة اتجاهات والنصر سيتحقق والانقلابيون مهزومون راحلون لا محالة السيطرة على مستشفى الكندي وصالة الملوك ومدرسة صلاح الدين والآن الشباب والجيش الوطني على أسوار معسكر التشريفات يقول أفراد الجيش الوطني أنهم سيطروا على شارع الكنب كاملا وحي الدعوة والكندي ومدرسة صلاح الدين وأصبحوا يطوقون معسكر التشريفات من ثلاثة اتجاهات ويسيطرون عليه ناريا بالكامل تم السيطرة على المستشفى الكندي والمناطق المقاورة لهم وأمام بوابة التشريفات وما تبقى من المدارس والصالة المقاورة لمستشفى الكندي وإن شاء الله بإذن الله لن نوقف حتى نحرر تعز كاملا نحن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة تعز لقد تم سيطرة على الجزء الكبير من معسكر التشريفات وكذلك من السشفى الكندي الشامخ أمامكم وكذلك كثير من الحارات المجاورة للمستشفى الكندي وإن شاء الله اليوم سيسقط أو غد القصر الجمهوري بمشيئة الله حرب شوارع دارت هنا وهذا الدمار والخراب أكبر دليل على ذلك يقول أفراد الجيش الوطني أن الاستهداف العشوائي من تبة السلال وسفتيل والحرير والحوبان هو ما سبب هذا الخراب في هذه الأبنية وأملاك المواطنين كما أن انتصاراتهم دليل على عملهم المنظم المرتب والذي يسير بحسب خطط الجيش الوطني بألويتهم وقيادة المحور وقيادة المنطقة الرابعة اشتركوا في القناة